وحيدة وفي خطر تقف سقطرة في مواجهة تمرد مدعوم من الإمارات وستخذلان حكومي وارتفاع الأصوات المتهمة للسعودية بالتواطئ الأنباء الواردة من محيط العاصمة حديبو تفيد بأن أرخبيل سقطرة يعيش لحظات مرعبة حيث أصوات المدافع ومضادات الطيران تشعل سماء عاصمة الجزيرة التي تحاصر من قبل المجلس الانتقالي الذي استحدث نقاطا عسكرية جديدة في موقع حيبق القريب من العاصمة النقاط المستحدثة وفق مصادر مطلعة عززت بمدرعات عسكرية تم للسلاو عليها سابقا من اللواء أول مشا بحري وبمسلحين تم جلبهم من خارج المحافظة في أبرير الماضي بينما تقوم القوات الحكومية المرابطة داخل العاصمة وحيدة بالدفاع عن نفسها وحماية مؤسساتها الموقف السعودي بدى مريبا للغاية بالنسبة لناقدين له حيث أكد مصر الأمني انسحاب القوات السعودية من أماكنها والسماح لمسلحي الانتقال بالتقدم نحو العاصمة في إخلال واضح لاتفاق سابق نص على أن يتولى الجنود السعوديون مسؤولية حماية المحافظة كانت السعودية قد رعت الجمعة الماضية لقاء ضم القيادات الأمنية والعسكرية الحكومية وقيادات تابعة للانتقال تم الاتفاق فيه على إزالة جميع النقاط المستحدثة باستثناء النقاط السعودية لكن تلك النقاط ذهبت لصالح الانتقال الذي فجر الخميس الماضي الوضع العسكري بهدف اقتحام العاصمة انسحاب القوات السعودية المتكرر ويفساحها المجال لميليشيا الانتقال فتحت اتهامات شعبية وقبلية للرياض بدعم الانتقال حيث اتهم شيخ مشايخ سقطرة عيسى سالم بن يقوت السعودية بتمهيد الطريق للمجلس الانتقالي لاقتحام عاصمة سقطرة مؤكدا وجود تبادل ادوار بين الرياضي وابوظبي لكن السؤال الحقيقي يبقى معلقا اين الرئيس هادي واين رئيس حكومته